اليوم جايب اهداف انتخبنا الوطني اللي سجلها في مرمى منتخب قطر مثل ما تعرفون سجلنا كم كبير من الاهداف لانه انتهت المباراة 4-0 ولكن عينكم على الهدف الرابع عينكم على هدف الياس سفر الهدف الرابع هدف اسطوري تاريخي عالمي من بعيد جدا سجلها الياس سفر بطريقة جميلة جدا طبعا كل الاهداف هاي مدروسة كلها نابعة من خطط المدر وكلها نابعة من تنفيذ اللاعبين الابطال ولكن الهدف الرابع تبع الياس سفر هذا قصة لحاله اقسم بالله العظيم طبعا البارح على اساس تانزلكم هذا الفيديو ولكن مثل ما تعرفون نزلنا فيديو عن تحليل مباراة سوريا وغطر ونزلنا عن فيديو احمد الصالح لما ضرب الحكم فقالت خليني اجل هذا الفيديو لبكرة مشان تشاهدون كل المقاطع وتستمتعون به خلونا نبلش باهداف منتخبنا الوطني منتخب الامل وقبل ما نبلش كرهاده لا تصالونوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا الهدف الاول اللي سجلوا لاعب ومحترف نادي الكرامة واللاعب الموهوب وهداف منتخب سوريا للشباب محمود الاسود شوف معاه شوف شوف للتسديدة المركزة ما شاء الله عليه اسكنها بشيباك منتخب قطر هذا الهدف الاول اللي سجلوا منتخبنا الوطني لاحظ هذا الاعادة للهدف سحب مدافع منتخب قطر وقال له تعال طبعا الأهداف الأربعية اللي سجلناها تتبع الشوط الثاني هذا الهدف الثاني للاعب ومحترف نادي جبلة محمود مهنة المحترف اللي كما قلت لكم على طول يمدحه فوتا بالتصريحة شوف معاي افتكها من مدافع منتخب قطر وكمل مشواره بها واسكنها بشيباك منتخب قطر واذا لاحظتم ما شاء الله ثقة كبيرة عند هذا اللاعب شوف شلون تعرق اللاعبنا يمه بدون ما يكترث وبدون ما يكتلبك ولا كأنه صير شي يعني يمه حطها واسكنها بشيباك منتخب قطر شوف طبعا تعرق اللاعبنا هذا مو بخطأ تعرقل من ورا أرضية الملعب هذا الهدف الثالث اللي إلنا اللي أيضا سجله محمود مهنة هو سجل الهدف الثاني والثالث محترف نادي جبلة شوف معاه شوف 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 ما تغلطش ما تغلطش قدام السوري ما تغلطش قدام السوري لا تغلط قدام السوري لا تغلط قدام منتخب الشباب أي غلط إذا لاحظتم أي غلط قام يغلطونها مدافعين منتخب قطر قدام لعبي منتخبنا قام يروحون يسجدون بها قول فالاعتماد عندنا على أخطاء الخصم شي قوي جدا وشي منظم وشي يعني مشتغلين عليه بالتدريبات مو جاي عن طريق الصدفة فهذا الهدف هذا الهدف شوفوا لي إلياس سفر لوحة فنية شوف 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 أي غلط من الحارس أي غلط من المدافعين يلسعونهم بهدف ما شاء الله عليه هذا هدف إلياس سفر أنا صدمن الصراحة هذا من البارح مصدوم ومن البارح شوي عدي فضول بدي أشوفكم إيه ولكن كما قلت لكم كثرة أخبارنا البارح فأجلت هذا الفيديو لليوم هذا كان فيديو اليوم لا تسلايك واشتراك السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته ألف وبركة الجميع